كل يوم بتسمعوا بعض الاتهامات اللي بتتكرر اللي أكيد ملته منها وزهقته منها وخصوصاً إن احنا أكدنا إن النادي الأهلي ليس موضع اتهام واللي بيقول الاتهامات ليست جهة تحقيق ولكن استغربنا جداً مبارح ملك وكتابة عمل حلقة نحن بنكمل في إطار كمان إضافي وكلنا بنكمل بعض داخل منظومة النادي الأهلي ولكن ملك وكتابة رد على واحد من الاتهامات اللي بتتقال بقى كتير جداً كابتن أسامة حسني وبرضو وكأن كابتن أسامة حسني اللي من ناشئين النادي الأهلي اللي بطل وهو عنده 29 سنة من نادي الأهلي مشي من نادي الأهلي وكان سهل جداً يحمد يتجدد له مسيمين بـ 8 مليون جنيه الفئة اللي كان فيها ساعتها واللي قال لو قعد بقيت حياته كابتن أسامة حسني في قهات النادي الأهلي مش هياخد نص المبلغ ده فرس يا إسقطات طبعاً والناس ما بقيتش بتنشغل لفكرة بص العصفورة خالص خلص أنا عندي مشكلة معينة عايزة دار عليها فأضرب في مشكلة كابتن أسامة حسني من ده الدليل آه أضرب مشكلة كابتن أسامة حسني لكن الناشئ ابن الكابتن فاروق جعفر ده نبعيده عن الأنظار خالص طب ظهر للأنظار أوام دارك في مصطفى شبير ما هي الفكرة كده أنا عندي إسقطات لازم أصدر أزمة بص العصفورة عشان أنشغل عن خروقات كتيرة يعني أو مجاملات كتير وعشان كده بنأكد اندهاشنا هي الفكرة بجد حتى لو افترضنا أن احنا على الرد هو في حد عايز يسمع الرد في حد عايز يعرف الحقيقة في حد فعلاً ده هدفه كل يوم بيتقال عن أحمد الشناوي اللي كان قاعد مع كابتن محمود الخطيب واتفق معاه قبل الماتش واللاعب ساب المباراة وشال الزمالك بتلت أهداف نتيجة أن اللعب متواطم هل يعقل وحد يتخيل أن كابتن محمود الخطيب اللي مفيش حد سوي اللي هو بيشهد له بحسن السمعة الطيبة وأن هو عمره ما يحط نفسه في موقف أخلاق يحسب عليه هل حد يتصور أن كابتن محمود الخطيب حيقعد معلعب يقول له سيب ماتش طيب حنفترض افتراضات وحنروح للجانب اللي بيسكم فيه البعض وفقاً لضمائرهم وفقاً لقراهيتهم لرمز محمود الخطيب اتقال اسأله أستاذ خالد أبو بكر فوجئنا مبارح بالفيديو بيعرضوا برنامج مالك وكتابة بيخلص القضية والراجل قال شهادته طلع تاني انتوا ما بتردوش ليه طب احنا بنعرض الفيديو تاني مش عشان نرد تاني احنا ما بنردش احنا بنعرض الفيديو عشان نعرف الناس انه والله الهدف ما نرد على اي حاجة من ده الهدف اننا سيء للناس واشوه الناس نطلع ونسمع شهادة تاريخية عن الواقع دي لأستاذ خالد أبو بكر وانت شاهد كمان على موضوع الخطيب والشنوي اه لا دي انا طب اجوك قول الشهادة دي لا دي انا بشهد فيها شهادة ممكن تقولها يعني هو مكتب الوزير تركي قال الشيخ اخد موعيد كنت قاعد انا والكابتن الخطيب وسيد تركي قال الشيخ كلمني سيد تركي قال لي هو القانون يمنع انه الكابتن الخطيب يلاقي احمد شنوي قاعد جنبه قلت له ايوة يمنع ومعرفش اذا كان مكتبك اخبر كابتن الخطيب ولا لا فمجرد ما الكابتن الخطيب بلمح انه بيقال انه هو طالع في الاسنسير او انه هو داخل او انه هو هيكون في المجرح قايم بسرعة رهيبة جدا وقال لي يعني انه ما كانش ما كانش شيء متوقع فارد بعد ما قاعد خلصت السيد تركي قال انه وسألنا انه وفقا للقانون لابد ان يحترم انه الموضوع ده ما يتمش بالشكل ده فمعلش احنا ده مش موقف من حد لكن قررنا ان احنا نبعد الاثنين عن بعض فلم يحدث ابدا انه الكابتن الخطيب يعني طبعا انا اقسم على ذلك يعني انا اقول لك يعني شهادة امام الله واعتق وبرده شهادة اخرى انه السيد تركي قال شيخ سألني في القانون قلت له لا يا جوز قال لي طيب الحمد لله ان احنا عرفنا مبكرا فبعدنا استاذ خالد ابو بكر بيقول شهادة امام الله وكأنه كان يعرف وكأنه سق البراءة اللي بيديكوا مثال ان كل دي مجرد الدعاءات غير مفهومة وليست مبررة وهدفها واحد النيل من شخص واشخاص كمان بالكامل اعضاء مجلس الادارة الكلام واضح ومفسر ولا يقبل التأويل المستشار تركي قال شيخ بيسأل بشكل واضح هو لو وجد تواجد كابتن محمود الخطيب بما معناه انه ما كانش يعرف علمه مسبق والدليل على ده اللي بيكمل الكلام انه لما كابتن محمود الخطيب بعرف انه هو مجرد في الأسنسير فقال لا الموضوع ده مش حينفع تماما وما ينفعش اتواجد مع اللاعب في مكان وقال ديش هاتي انه ما كانش فيه اي شيء ابدا يخالف المنطق والصوات دي الردود بس صدقوني هم مش عايزين الردود هم عايزين غلوشة وعايزين كل يوم وحيطلع يتقال طبعا الناس هتشتم كالعادة وحيتم التركيز في نقطة أسيبك منك وتتردد للتعامات تاني فزي ما قلنا لكم هي مرة بتتعمل ومش هنرجع نعمل ده تاني لان احنا بنوريكو بالدليل ان ليس الهدف هو استقصاء الحقيقة اطلاقا الهدف هو تلويس سمعة الناس اللي لن تلوس لان الناس عارفة مين دول كويس ومين مجلس ادارة النادي تعرف المشكلة فيها فرس ان انا كمان بشكك في فوز النادي الاهلي وكأن فوز النادي الاهلي 3-0 في وجود احمد الشناوي ده شيء مش وارد او غير طبيعي فاحنا رحنا حصرنا عدد مباريات نادي الزمالك امام النادي الاهلي في عهد رئيس نادي الزمالك الحالي كانوا 22 مباراة فوز الزمالك كان 3 مباريات فقط لغير مباراة دوري عام كان التحصيل حاصل مباراتين في الكاس ومش هنلجأ لطريقة الفوز او الاخطاء التحكمية او ما شابه لكن في النهاية من 22 مباراة 3 فوز لنادي الزمالك مقابل 13 فوز للنادي الاهلي و6 مباريات تعادل فبأي منطق بنتكلم ان فكرة ان الجلسة مع احمد الشناوي هي اللي خلت احمد الشناوي يفوت المباراة والتهام غير مقبول لاحد عناصر فرقتك حتى لو هو عنصر سابق وبنرجع نقول هو ليه الكابتن قسامة نبيه بيقول الكلام ده وليه غزل المحلة بيقدم الشكاو دي وليه بنفتح في موضوع التفويت ما بنفتحش في اي موضوع تفويت الا لما يكون فيه عنصر متواجد من نادي الزمالك فحبينا نحط الامور في انطقة طبيعي بعيدا خالص عن فكرة الشرقون القرنية وما شابه لا كمان على مستوى الكرة حضرتك وجهة النادي الاهلي 22 مرة حققت 3 فوز فقط لان